تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة تم يوم أمس افتتاح فندق سويس بالسويتس أدميرال الجفير كأحدث فندق ضمن سلسلة فنادق سويس بالهوتل انترناشنال في البحرين وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة وإدارة الفندق وخلال كلمة له في بداية الحفل أكد الزياني أن تطور المنشآت السياحية يعد ركيزة من ركائز نجاح القطاع السياحي ونموه وعنصر مهما من عناصر الجذب السياحي في المملكة مبينا في الوقت ذات عظيم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة في سبيل الترويج لمملكة البحرين كوجهة استثمارية ملائمة لما تمتاز به من مؤهلات وبيئة حاضنة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وكان سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد أشاد ببتنوع الخدمات التي سيقدمها الفندق عبر مرافقه المختلفة والتي ستلبي احتياجات ومتطلبات المرتادين له وزواره على حد سوى منوها في هذا السياق إلى تقدير الحكومة الموقرة للجهود التي ستبدلها إدارة الفندق في تنظيم البرامج القيمة والهادفة التي من شأنها تعزيز القطاع السياحي والتجاري في البحرين والترويج لها كوجهة مفضلة للزائرين من المنطقة والخارج ترجمة نانسي قنقر